الغنة مش غلط لأنه فيه شخصيات في الكتاب كتير اللي كانوا أغنياء واحد منهم إبراهيم كان يمتلك أمور كثيرة من أغنام وأبقار وواء إلى أخير ممتلكات كثيرة لكن وصفوا الكتاب أنه كان غريب في الأرض وأنه يسكن في الخيام نقرأ عن أيوب كمان أيوب كان غني جدا لما خسر كل شيء قال الرب أعطى والرب أخذ يعني ما كان شيء متعلق في الأشياء ما كان شيء متعلق في الممتلكات في سفر التثنية يقول موسى بوحي من الروح القدس عن الله يعطيك القوة لاصطناع الثروة فالله اللي بيعطي الحكمة الله اللي بيعطي الزكاة الله اللي بيعطي القوة والإمكانية والله فعلا اللي بيسهل الأمور أمامك حتى تصطنع الثروة لكن شو الغرض من هذه الثروة وكيف بتستثمر فيها هذا هو السؤال الأهم طبعا الرب بدين اكتناز الأمور عندما نضعها في المقام الأول في حياتنا فالمشكلة ليست في المال أحبائي المشكلة في محبة المال كان الفرسيون مكتوب عنهم محبين المال وطبعا يستغلون الدين في ربح المال والمشكلة القديمة المشكلة حديثة لحد اليوم في كتير ما نسميهم تجار دين عم بيستغلوا عم بيستخدموا باسم الدين حتى يستعبدوا الناس الكتاب هم بيتكلم لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنز في السماء وبعدين بيختم بيقول حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر